اللبنانيين للعيد في بيروت تتغلب على الأجواء الحزينة والظروف الصعبة تشكل أيام عيد الفطر السعيد مناسبة للخروج من الأجواء الحزينة في لبنان ودول عربية عديدة والتمسك بالأمل والتفاؤل بمستقبل أفضل وعلى رغم الظروف الصعبة من كافة النواحي في لبنان تحضيرات العيد تفرض نفسها من خلال اللقاءات وزيارات العائلية لتبادل الأمنيات بالسلام وراحة البال نتابع هذا التقرير ليس عمر أسعد مع انتهاء شهر رمضان المبارك تنتهي فترة الصوم ويحضر الناس أنفسهم للاحتفال بعيد الفطر منهم من يذهب لتسوق الملابس ومنهم من يسارع إلى شراء المأكلات إضافة إلى اللوازم المطلوبة استعدادا لبهجة العيد مرحبا كيفي؟ حمد الله خبريني كيف عم تحضر حالك للعيد؟ عم نحضر حالنا جبنا تيب العيد جبت لها لبنتي تيب العيد وعم نحضر يعني الحلو وهالأشياء يعني كل إن شاء الله بنعاد عليكم على كل اللبنانية وعلى المسلمين بصورة خاصة يعني بأجواء عائلية تحضيرات عائلية إنو ترتبات نشوف الأهل والقرايب سريت تيب العيد كل لون؟ ايه ايه شو راح تلبس؟ لحق البس طعم على اللد أكد منشتري لأنو بيطلعوا الضايع وبيفرحوا بيمبسوا شوي هنو والصغار يعني بس هالعيد مش متل كل سنة يمكن لو ضع ممنيحة يعني إن شاء الله العيد الجاي بيكون أحسن يعني عم نتسوق بس يعني عادي ما شايفي وضع البلد كيف مين عم يحضر لي بها العيد بها الأيام؟ بين التسوق وشراء كل لوازم العيد يقوم بائع الحلويات بتحضير كل أنواع الحلوى الخاصة بالعيد كيف تحضيراتك لعيد الفطر؟ تحضيراتنا يعني متل كل سنة عنا موسم المعمول والبقليوة ونحن عم نحضر هلأ مشان العيد معمول وبقليوة وهيدي البضاعة تاعتنا نحن مشهورين فيها يعني ومن جهة أخرى تنتشر المهرجانات في أرجاء المناطق حيث تجهز المراجيح وأماكن الاحتفالات جهزنا كل شي وغلا نزبق بها فيه كم شغل عم نزبطنا وغلا فيه السفينة لكبناها وكل شي ركبناها وغلا ننتظرين العالم اللي تجي بيروت تهيئ نفسها لارتداء حلة العيد من جديد الزينة اكتملت على الطرقات والمطاعم والمقاهي أعلنت برامجها المميزة يبقى أن تنعكس فرحة العيد على مشاعر المواطنين الغارقين في همومهم المعيشية واليومية ساندرا سعد لبرنامج اليوم على الحرة بيروت إذن حفلات الطرب والموسيقى والفن مستمرة على رغم ظروف الأمنية وبيروت حاضرة دائما للخروج من الأزمات بسرعة كبيرة